افنا صفحة المصري و افنا صفحة الدوري و نفتح صفحة دوري الابطال بما ان المباراتين المقبلتين للنادي الاهلي هم في الدور التمهيدي او دور ال 32 في دوري ابطال افريقيا هنواجه فيهم سان جولج وتحدد ليهم مطش يوم 24 يوم الاحد القادم ان شاء الله في السادة القاهرة ومن بعده يوم 29 هيكون مباراة العودة وبالتالي اتلغت او اتأجلت ما تلغتش طبعا اتأجلت مباراة الاهلي في الدوري اللي كان مفترض ان هو يواجه فيها سيراميكا كريوباترا هتتطيع بيوم 27 يوم الاربع اتأجلت ولم يتم تحديد موعد لها حاليا لكن الاهلي ان شاء الله مباراتين المقبلتين هيكون الحد 24 والجمعة 29 ومن بعدها بقى نروح اعتقد هيكون عندنا معندناش وقت غير مباراة قبل نهائي كاس مصر لانه ما اعتقدش يبقى فيه مساحة زمنية تسمح ان نحلع مطشات تاني في الدوري فبعد سان جولج هيبقى مباراة ام بي فيه الدور قبل نهائي في كاس مصر النهاردة قرر مارسل كولر انه يواصل تدريباته والسعداداته لمباراة سان جولج بدون راحة وزي ما قلتلكم بارسي تاو اللي في كرة مشتركة طبعا كان تدخل يعني غير مقصود انا توقع يعني او رؤيتي طبعا غير مقصود سواء من بارسي تاو او من جاد حرس مرمى المصر يمبارح لكن كان تدخل صعب انا بمجرد ما حصل الصدام قلت انه تاو مش هيقدر يكمل النهاردة مفترض بارسي تاو هيخضع لفحص طبي عشان يحدد ايه هي امكانية مشاركته في مباراة سان جولج يوم الاحد القادم كده كده بيغيب ريدا سليم عن مشاركة الاهلي او عن مباراة الاهلي في مباراة سان جولج المقبلة لانه عنده ايقاف كان اخر مباراة مع جيش الملكي في البطولة الافريقية كان حصل على طرده وبالتالي حيمنع او هيحرم من المشاركة مع الاهلي في اولى مباراة الافريقية في بطولة دوري الابطال وبالتالي غياب بارسي تاو ممكن شوية وان كان طبعا الشحات هيرجع المشاركة كهرباء ممكن جدا يكون موجوده بالمناسبة كهرباء اعتقد يعني انه ميستر كولور ممكن يراهن على تنوع ادواره صحيح يقدر يلعب دول راس الحربة ونجح فيه بشكل كبير جدا لكن هو مركزه الاساسي جناح ومن الممكن جدا جدا انه كهرباء يلعب في بعض المباراة كجناح ايصر لاندي الاهلي اختم الاخبار بانتخب مصر كنت تكلمتكم على التوقف او الاجندة الدولية اللي هتكون في شهر اكتوبر القادم ان شاء الله وكنت يمكن نشدت الحقيقة المسؤولين في اتحاد الكرة مراعاة انه الاهلي هيبدأ مشواره في بطولة الافروليج او الدوري الافريقي مع سينبا مباراة افتتاح المشوار هتكون يوم عشرين وكان مفترض انه نوعا ما كان محدد لمباراة منتخب مصر التانية هتكون يوم سوعتاشر كان هيبقى من الصعوبة على لعبة الاهلي انها تلحق ترجع وتحضر لمباراة سينبا التنزاني اللي هتكون في تنزاني لكن ما تم الاتفاق عليه وما تم الاعلان عنه انه معسكر منتخب مصر واحد هيكون في الامارات الامارات العربية الشهرية سعادية طبعا بان احنا نكون موجودين سواء كمنتخبات او اندية في وسط اشقاءنا في الامارات الامارات هتستضيف معسكر منتخب مصر اللي مفترض انه تم الاتفاق انه يتخللوا مباراتين المباراة الاولى هتكون يوم اتناشر في مواجهة زامبيا والمباراة التانية هتكون يوم ستاشر في مواجهة الجزائر تجربتين الى حد كبير طبعا تجربة الجزائر في منتخب القوة الجزائر واحدة من منتخبات الافريقية اللي تطورت بشكل كبير في السنوات الاخيرة حتى لو ما كانش ده على مستوى الاندية لكن طبعا انتوا عارفين انه تركيبة الجزائر معتمدة اكتر على اللاعبين المحترفين وبالتالي هو واحد من اقوى المنتخبات الافريقية اعتقد هتكون مواجهة قوية ونتمنى ان المنتخب يستفيد من المعسكر ده سواء بالشكل التدريجي في مواجهة زامبيا اولا ثم الجزائر سانيا طيب نروح سريعا للشامبيونز ليج مبارح الحقيقة يمكن كرة غير انا بس قبل ما ندخل في النتائج والمباريات اسمحوا لي قاف مع تعليق صغير واتمنى هنا انه المسؤولين في مصر عن اتحاد الكرة اول حتى الشخصيات العامة اللي عندها تواصل مع المسؤولين في اتحاد الافريقي خدوا بالحضراتكم انه جزء كبير جدا من تحقيق مبدأ العدالة والشفافية في المباريات وقفل باب التحكيم والشكوك سواء عن يعني عن عن قصد او غير قصد سواء عن تراجع المستوى الفني للتحكيم او شبهات ممكن يتعرض لها سمعة الحكم واحنا شفنا ده للأسف في افريقيا كتير جدا بتدخلات بتؤثر بالتأكيد في نتائج مباريات وبطولات واخرها زي ما تقال ما كانت شوقت نظرنا بس بطولة السوبر الافريقي جزء كبير جدا جدا من قفل الباب ده هو في جودة النقل التليفزيوني انبارح وأنا بتفرج على مطشاط دوري أبطال أوروبا أنا تبعت يعني كنت بعدي على كل مطشاط لكن ركزت بشكل كبير جدا مع البرسا ومع السيتي الأهداف واللعبات اللي ممكن تكون مطار جدل أو شك بتتنقل وبتتعاد من أكتر من ست زوايا فبالتالي اللعبة بتبقى فيه منتهى الوضوح ولا تحتمل أي مجال للشك في أنك أنت تصدر قرار سليم فيها ده ما بيحصلش عندنا في أفريقيا حتى في المباراة النهائية شوف كلمك في مباراة الدور التمهيدي ولا دور المجموعات ولا الأدوار الإقصائية أنا بيكلم حضرتك حتى في المباراة النهائية جودة النقل التليفزيوني ضعيفة جدا لعبة زي لعبة كهرباء لو كانت عرضت أو اتزاعت أو اتعادت من أكتر من زاوية خمس أو ست زاوية كنت عزيزي المشاهد هتتأكد وكان المسؤولين هيتأكده وكانت غرفة الفار وحكم الساحة هيتأكد أنه الهدف سليم بنسبة 100% وكان ممكن جدا جدا ضربة الجزائل ما اتحسبت لصالح اتحاد العاصمة ما تتحسبش وكان ممكن جدا في أكتر من كرة ضربة جزائل تتحسب لنادي الأهل فأتمنى الحقيقة ومعتقدش أنه فيه ما يمنع بما أن احنا بنحاول نطلع بالكرة وبالبطولات الأفريقية لمستوى أعلى وبنفكر أن احنا نبقى قريبين شوية من أوروبا وبنحاول نقلدهم في الشكل فنحاول كمان نقلدهم في المضمون ومفيش ما يمنع عبدا أن أنا أعيد الكرة المحل الشك سواء كالتسلل أو ضرب الجزاء أو هدف ملغي من أكتر من زود ميلان اتعادل مع نيو كاسل في مباراة خلاية من فنون كرة القدم الحقيقة رغم من الفئتين كبار لكن كانت مباراة في تأديري مملة أو رتيبة يانج بويس خسر من لايبزيج لألمانيا بنتيجة 3-1 برشتونة قدم عرضه ولا أروع صحيح طبعا أنتورب البلجيكي مش منافس تقدر تقول عليه منافس قوي لكن الحقيقة وخصوصا طبعا جواو فليكس الصفقة اللي بتهيالي أنها تفرق كتير قوي مع برشتونة في الموسم ده وأحرز هدفين مباراة 5-0 فاينرد هولندي كسب سلتك لسكوتلندي برتيجة 2-0 لاتسيو على إيطال يتعادل 1-1 مع عتلاتكم مدريد السيتي بعد الشوت أول غريب عجيب صعب أنه كان حد تخيل السيناريو بتاعه خلص الشوت الأول والسيتي خسران بنتيجة 1-0 من كريفانا زفادا أو النجمة الأحمر وقدر أنه يحول تأخره بهدف لفوز بنتيجة 3-1 في غياب تام مبارح لإرلنج هولند وتقلق كبير جدا لخولين أو جولين ألفاريز المهاجم الأرجنتيني باريس سان جرمان قدر يتفوق على بروسيا دورتموند بنتيجة 2-0 وشاختار دونستيك خسر بنتيجة 1-3 أمام بورتو البورتوغالي نروح مع حضراتكم لجوالات النهاردة وعندنا مواجهة نارية من العيارة تقيل تقدر تعتبرها آه نهائي مبكر وليلا منشستر ينايتد في مواجهة باير ميونيخ هي المباراة الأقوى والأهم النهاردة لكن عندنا كمان جالاتا سراي في مواجهة كوبنهاجن الدنماركي يونيون برلين في مواجهة ريال مدريد أرسنال في مواجهة PSV عندهوفن ومبورادي أعتقد أن يكون فيها كورة حلوة جدا بنفكا البرتوغالي في مواجهة سالسبرج النمساوي نابولي الإيطالي في مواجهة براجا ريال سوسيداد في مواجهة الإنتر ولونس الفرنسي في مواجهة سبيا الأسباني دي مواجهة النهاردة طبعا هرشح لكم اليونيتد في مواجهة الباير نروح لأخبار محترفين